اهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات صحة حواء حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من الأستاذ الدكتور أيمن حمودة أستاذ أمراض النساء والتوليد جروتطب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظر المصرية حلقات صحة حواء للأسف كانت من 15 أو 12 أو 13 سنة تقريبا كنا بنواجه مجموعة من الدخلاء على الطب من المشعوزين على الطب أو زي ما بيقولوا عشوائيات الطب اللي كانت بيعملوها البراميديكال أو حاجة بعض الناس اللي من خارج المجال الطبي تماما من عطارين وشيوخ وكلام ده كنا بنحاربهم وكنا بنحاول نوصل أن كل الكلام دوت هو عبارة عن نصب من بعض الناس على الناس الملهوفة ودايما النصاب محتاج ملهوف أو محتاج واحد يكون ما بيفهمش حاجة يمكن ده كان محاربتنا ليهم بالكلام عن الصحة للأسف دلوقتي إحنا بنواجه بقى حاجة تانية خالص جيل أو أجيال من الأطباء المشكلة أنهم نخليك كليات الطب والمشكلة أنهم حصلين على بعض الشهادات العليا مشكلة أن في منهم في مناصب كبيرة جدا وبنشوف بعض التصرفات الغير طبيعية بعض التصرفات لا إحنا لقين لها سبب ولا لقين لها تفسير طبي ولا عارف هما بيعملوا ليه هذا الكلام في الآخر الطبيب بيتصرف هذه التصرفات المريض ما بيستفدش وبعض المرضى بينضروا ولما بنتكلم المريض يقول أنا كنت ملهوف وبالتالي اخترت اللي هما بيعلنوا عنه أو بيعلن عن نفسه في التلفزيونات لكن في الآخر أنا طلعت زي ما بيقول خاوي الأيدي بدون أي استجابة أو بدون أي شيء مفيد للحالة بتاعته القصة دي احنا بنقشها كأسادسة كتير جدا جدا ومش عارفين برضو أيضا هؤلاء الأطباء بيعملوا هذا الكلام إما عن جهلة إما عن مش عايزة أقول نصب لأنه هما سادة زملائنا لكن بتمنى أنه هما ينقشونا هؤلاء الأطباء هما ليه بتصرفوا في هذا التصرف قال يبدأ نضرب مثل وهذا المدخل للحلقة دي هي قصة تأخر الحمل كتير أهم الأطباء أول ما يقعد مع العيان اللي عايز يسمع والعايز يشوف والعايز يفحص ويحضر عامل الصناري المهمالي من غير ما يعرف أي حاجة وكأنه عنده القدرة في التشخيص وهو قاعد يعني حاجة إلهية بتنزل معا ليه كده يعرف فيه التشخيص بدون الاستعانة بأنه يسمع من المريض كويس وأنه هو يشوف أوراقها وأنه هو يفحصها عامة وموضعيا ويحسن اقتيار القرار بالموجات الصوتية والعوامل المساعدة من أشعات أو مناظير بدون الكلام ده كله على طول الطبيب تليه خد قرار ويقول لها آه ده عندك تأخر حمل بدون إبداء سبب الباب المفتوح للحقن المجالي للأسف الباب المفتوح قصة دي يعني شفتها خلال الأسبوعين اللي فاتوا بطريقة مستفزة جدا يمكن أكتر استفزاز ويمكن إحنا نأسف أني مفيش في الدول العربية لجنة طبية معتمدة تعاقد هؤلاء الأطباء عن إساءة التصرف يعني سيدة متزوجة ما كملتش ثمان شهوره عمرها 25 سنة هل حد يتخيل أن ياخد القرار بدون أنه يعمل أي فحوصات يقدر يشخص أنه هو يعمل لها حق لمجهري والكلام بقى كلام استفزازي لأي طبيب يشتغل في هذا المجال لعلاجته آخر الحمل أنه هو أول مرة عمل طلع 60 بويضة وعنده 40 ولا مش عارف كم أجنة وأنه هو بيزرع لها الأجنة كل 3-4 شهور ولغاية دلوقتي ما عبلتش هو السؤال طب أنت عملت ليه كلام ده أصلا للأسف لا المريض عارف أو الزوجين مش عارفين ولا أنا شايف أي أوراق بنى هذه المعلومة إلى إذا أنه هو كان بيحضر جن والجن جه قال له التشخيص كذا اعمل كذا الكلام ده كله طبعا إساءة التصرفات وزي ما بقول أنا بقيتش عارف من اللي يبقى عليه اللهم المريض ولا الطبيب المريض هو اللي عمل هذا الطبيب وهو اللي بيروح له للأسف والطبيب مستمر في هذه المعاملات والتصرفات الغير طبية اللي مفروض يعاقب عليها لأن المفروض من الأمانة أن حضرتك طبيب تشخص الأول وتحسن اختيار البرامج العلاجية للمريض يمكن حاجة تانية برضو أيضا أن سيدة يعني زي ما نقول دخلت في سن الانتهاء الدورة أو سن اليأس وذهبت لأحد الأطباء برضو بتنشد له أن عايزة حمل لسه متزوجة متأخر وعايزة حمل للأسف الطبيب برضو بدون أي فقصات بدون أي حاجة قرر قرارات أول حاجة السيدة معاها تحليل تثبت أن المبيضين فضين خاويين وأنها دخلت على انتهاء فترة اليأس هذا الطبيب قرر يعملها حقن مجهري وقال لها الأول أنا عايز أحقن المبيض ببعض المواد وبعد يعني يقول لها بقى مرة أنا ما قلتش عارفه يعني قال لها إيه بالضبط أو إيه الحقيقة إنه هيعمل منظر حقن المبيض علشان تنبت بيض جديد علشان يبدأ يدخلها حقن مجهري إيه كان يعني أنا عايز أعرف هذا الطبيب لو جه في مؤتمر من مؤتمرات الخصوبة وطلع فوق وقال هذا البحث العلمي إن أنا هعمل كذا في سيدة انتهت المخزون المبيض تماما وسنها يعني قارب على إنه هي توقف الدورة وإنه هو هيعمل منظر وإنه هو هيحن كذا وهيعمل حقن مجهري لو كان فيه في اللجنة قاعدة والناس اللي بيشوفوه يعني طماطم هيضربوه بأفص الطماطم لكن حقيقة هم هيدربوه على الأهل عبره ما شافه وهينزل يسحب رخصته تماما المفروض لو فيه لجنة علمية محترمة تسحب رخصة هذا الطبيب من تصرفات اللي بيعملها بتعمل إيه يعني العالم كله مش عارف يتعامل مع هذه السيدة اللي هي انتهى مخزون المبيض بس ده انتهاء طبيعي مش انتهاء قبل الأوان ده انتهاء طبيعي بحكم سنة انت عايز تعملها أطفال أنا بيب إيه ومنظر إيه وحقني إيه يعني قصة للأسف أنا سمعتها وبرضو يعني أنا فجأت المفروض ان هذا الطبيب عضو من أعضاء هاي التدريس زغير آه شوية لكن الكلام دوت كله للأسف أنا مش قادر أقول تفسير هو بيعمل الكلام ده يمكن ده بداية الحلقات الحلقة النهاردة عن إساءة الأطباء إساءتهم في ان هو يضل بيه الطريق لازم يحسن ويقول يعني هو مالوز ذنب انها انتهت المخزون عندها المخزون المبيض لازم يوضح له في بيضة يطلع ولا ما فيهش نسبة حقني مجهري قدي إيه يعني لازم يكون واضح بلاش بقى الحاجات اللي هي زي معارض الجزم ومعارض الشق اللي بيبيعوا والحلقين وكلام من ده إيه نسبة النجاح عندي خمسين في المية نسبة النجاح تمانين في المية تمانين في المية إيه دكتور ده أنت عند عمال ما توصل تاخد بوايدة أصلا نسبة النجاح نسبة الفشل تسعين في المية الفشل إيه لأن في برنامج بس التحضير أو التنشيط ما بقى لك بقى عند سحب البوايدة نسبة الفشل أيضا النسبة عالية جدا فيه ان البوايدات تطلع غير صالحة ليه انها تخصب بعد ما تخصب نسبة الفشل عالية جدا انها برضو لا تخصب لأن هذه البوايدات اللي طلعت كرمزوماتها لا تصلح للإخصاب وإذا خصبت نسبة انها تتكسر بعد كده أو انها بعد الزرع انها ما تكملش لأنه هو ده حق يعني احنا ليه بنعكس الطبيعة الطبيعة بتاعتها ان ربنا خلقها بهذا الوضع ان البوايدات لها عمر معين بعمر السيدة وهذه البوايدات بتبقى كبرت في السن وتأثرت كرمزومات بتاعتها مع كبر السن وبالتالي برضو لازم نكون واضحين حكمة ربنا ان السيدة لها فترة حمل وخصوبة ثم هذه الفترة تبدأ تتلاشى إلى أن طبيعي جدا تنتهي الدور يعني ان احنا نقعد نعكس بقى الدنيا ونكبر الدنيا لا طبعا ده غير مقبول لان رحمة ربنا ان السيدة يحدث لها الحمل في عزل شبابها عشان تقدر انها جسمها يستحمل هذا الحمل بالكامل والرضاعة لكن ان احنا ما قلتش ان احنا نترك السيدات اللي عندها مخزون مبيض ضعيف لا طبعا بنحاول نساعدهم لكن لازم في حدود الطبيعي ما ينفعش واحد سيدة مخزون المبيض الام اتش يصل الى واحد من مية وابدأ اتكلم فيها واسنها دخل على الخمسين هو يعني يعني حد على مستوى العالم بيتكلم في هذا الكلام للأسف بعض الأطباء وانا بعتذر لان هؤلاء الأطباء يعني انا مش عافة تصرف معهم ازاي لان اولا بيستهلك المريض بيستنفزه بارقام فلكية جدا في الفلوس في قصة التنشيط او قصة المناظير او لان لا ما يصلحش ازاي سيدة ويجب ان تكون صريح حضرتك مخزون ضعيف لكن الحق انك تدخلي مرحلة التجربة فقط لمهاز المخزون وهنا احنا بنقول هؤلاء الأطباء كيف تقيم مخزون المبيض يجب عليك معرفة مخزون مخزون المبيض بطريقة استاتيكية اللي هي طريقة اللي تحليلات والفحصات والسنار موجات فوق الصوتية المهبلية عند النزول الدورة دي طريقة استاتيكية اللي هي اني انا حضرتك اسمع من العيان واكشف عليها ثم ابدأ اعمل التحاليل واستعييم بالموجات الفوق الصوتية اللي هي عند نزول الدورة بنقيس ما يسمى بالانترال فوليكلر كاونت يعني عدد البويضات المطلقة عند نزول الدورة ده اقدر اقيم بالاستعانة مع التحاليل على هذا المخزون ده مهم جدا وطبعا حجم المبيض او او لكنها تقياس البويضات المطلقة مع الهرمونات الـ FSH والـ LH والمجموعة كلها بالاستعانة بالـ AMH دي بتديني فكرة عن هذا المخزون مهم جدا الطريقة الديناميكية طريقة تانية خالص انا معرفش طبقه وما اسمعوش عنها ولا ما بيستخدموهاش الطريقة الديناميكية هي ان احنا بنشوف استجابة المبيض لبعض بالادوية التنشيطية ونبدأ نقيم البويضة الخارجة مقياسا بالموجات الفوق الصوتية عدد ومقياسها ثم نستعين بالتحليل الـ E2 ابتداء من اليوم التاسع ونقيم هذه البويضة بالـ E2 واضح ان ممكن اللي مفيش بويضات تطلع خالص ويبضل مرمي على 15 او 20 واضح يبقى دي انت عايز تعملها ايه ولا يمكن ان انت تعملها حاجة انا موافق ان هندي كمية كبيرة جدا في التنشيط اسنان الحقن الميجاري لكن لازم تعرف ان هذا المبيض يوجد مخزون فيه ضعيف فهيقدر يطلع منك حاجة وبالنسبة للسادة ومشاهدين لا يوجد على مستوى العالم نهائي اي دوة او اي عملية او اي حقن المبيض يزود المخزون المخزون رباني من عند ربنا هذا المخزون يقل يختفي خلاص انتهت القصة لا يمكن اذا كان مخزون موجود بس ضعيف من النوعية بعض العالم كله بيحاول يدي بعض الادوية ولا يوجد دوة واحد على مستوى العالم بدأ يقنن ويقوله فعلا بيحسن الجودة هي محاولة بنقول بندي اما ندي بعض الانتي اوكسدنس ندي بعض الفيتامينات من اي من السي ندي بعض الدهية كل الكلام ده ايضا ما عندناش وقائع سبتة جدا بيقول ان هذه الادوية هتحسن الجودة البويد لكن امل بندي واملا مع ان الابحاث بتجري الى انها تحسن الجودة ولا تؤثر في العدد نهائي اذا ده كان اعتراضي على المشاكل اللي جات لي في العيادة من بعض السيدات اخر حاجة طبعا هقولها ودي برضو مش عارف مش عارف اقول للاطباء ايه يا سادة الاطباء اما يكون عندي سيدة وحامل وعندها ورم ليفي تجاهل هذا الورم ما تقربلوش لعندها كيس على المبيض لا تتجاهل ليجب عليك معاملته يجب عليك انك انت تستقصل هذا الورم بعد الشهر الكيس بعد الشهر التالت من الحمل يعني دي معلومات احنا بنقولها للطلاب الورم اللي في لا بنتعملش معانه هاي بنسيبه في الحمل وبعد الولادة واثناء الولادة يعني بنتركه ولا من المسوش نهائي الورم اللي في اما الكيس على المبيض يجب التعامل معاه فور تشخيصه اذا كانت بعد الشهر التالت من الحمل تفاديا ان احنا نهاجم كيس البويضة اللي هو بيغزي الحمل وبالتالي حدث هذا الكلام للأسف سيدة عندها حامل في التالت وعندها كيسين كيس في المبيض زغير وهو ده كيس الحمل الطبيعي لانه هو ده بيض مرتبيعي وكيس كبير جدا في المبيض الآخر وفاجأ الاطباء بقى ايه اللي بيديله مضاد دحاوي ويه اللي تديله الفانترن ويه اللي تديله مش عارف ايه ايه ده كاترة ايه يعني الكيس ايه اللي الدواء اللي هيخفيه لا يوجد دواء هو مفوش ميكروب عشان تديله مضاد دحاوي هو مفوش حاجة عشان تديله اي دواء انه هو يستجيب له ومش هيستجيب اي حاجة نهائي هذا الكيس يجب التعامل معاه فور تشخيصه طالما انه يحامل بعد الشهر التالت بالمنظار البطن الجراحي ويجب على اللي يعمله يكون طبيب مناظير لانه بيتعامل مع راحم في جنين وبيتعامل مع كيس كبير وهو لازم يكون عنده خبرة في التعامل في هذه الحالات طبيب خاص بالجراحة المناظير طبعا احنا بنلغي تماما ان اي طبيب بيفكر يفتح بطن المريض نهائي يجب عليه انه يحولها لمكان يكون عنده خبرة في التعامل بالمنظار في سيدة حامل ودي خبرة يعني مفروض الطبيب بيكتسبها بعد ما بيتعامل مع حالات كتيرة جدا ويمكن انا يعني تقريبا من حوالي 18-20 سنة هذا البحث يعني تقريبا كان 2004 هذا البحث انا اجريته في الجامعة وعملت عدد يعني الحمد لله كبير جدا من الحالات اللي اكياس مع الحمل بجراحة المناظير وكان السادة الزملاء كانوا كلهم بيساعدوني انه بيحولوا للحالات دي وهذا البحث منشور في فرنسا في كلرمو والحمد لله خد تأدير كويس جدا جدا وكان من ضمن الابحاث اللي انا اترأيت بيها ايضا من مدرس الى استاذ مساعد لانا عايز اقولوا ان بحث ده ما يقبلوه بعض عملقة المناظير في اتحاد الاوروبي جراحة المناظير ده معناه انهم اعتمدوا ان هذا الطبيب اللي اجرى هذا البحث فعلا عنده الخبرة الجيدة في التعامل مع الاكياس اثناء الحمل بجراحة المناظير فانا ادعو الاطباء اللي خدوا القرار الخايب جدا اللي يدي مضاد دحاوي وليدي مش عارف ايه يا دكتور هذا الكيس عرضة الى واحد انه اول ما الحمل يعلل فوق هذا الكيس بيبدأ الوتد بتاعه يكبر يبدأ ياخد فيه الالتواء ده مهم جدا ودايما الالتواء المبيض الشمال بيكون عكس مع الساعة مع الساعة يعني يلف مع الساعة كده التواء المبيض اللي مين عكس الساعة وده من الابحاص اللي احنا اظهرناه مش كده مش التواء وبس وغرغرينة وبس لا ده ممكن ينفجر اثناء الحمل عشان كده اي كيس في المبيض يتم تشخيصه يجب على الطبيب مهاجمته بعد الشهر التالت او مهاجمته اي وقت في الحمل او مهاجمته اثناء ما هو بيولدها ما يسبش نهائي كيس اي كيس في المبيض يجب التعامل معاه في اي فترة في عمرية او فترة زمنية مع الحمل بعد الشهر التالت لكن ما يتسبش لان هخسر المبيض بالكامل المبيض بالكامل هفقده وبالتالي خطر جدا احنا معنا اتصالوا لحاجة الساعة علي لو كان حد بيكلمني يعلي صوت ايو السلام عليكم انا هنا السماعة مش سامح حاجة خالص اتفضل يا فن ايو حضرتك اتفضل يا فن انا يا فن دم حضرتك عندي اربعين ثاني ايه عندي اربعين ثاني وباخد برشام جونيرا انتي حضرتك عندك اربعين سنة ومعندك كم طفل معايا خمس اتصال معاك خمس طب ما تبعد يوم شو اعنك عشان اسمعك ماشا حضرتك انين ابعدتم عند ربعين سنة باخد برشام جونيرا وباخد برشام الضعف بس وحضرتك برشام جونيرا زود لي وزنه مم ليه وزنك وزنك ادي افن كان الاول دايما بظل عمري خمسة وسبعين بلوقتي بيجي ثمانين وعدت تمانين عدت تمانين بخمستاشر كيلو يعني ايو حضرتك عدت تمانين بخمستاشر عشرين كيلو مش مشكلة اتفاق السؤال بقى يا فن دلوقتي ممكن اغير برشام جونيرا دي ولا مناسب لسنة سيادتك طب ايه الفكرة الطبيب المعالج ليه ماخدش قرار ان يركب جهاز او لولب اللي حضرتك اه حضرتك انا طول عمري في سنة ده كله مركب اللوغ وبعد كده عمل لقرحة على الرحم ملوش دعوة يا مده ملوش دعوة اللولب ماعملش قرحة يا ستي ما حصلت لي مشاكل حدث اتجلب يا فندم بعد ايه نسيادتك اللولب للأسف دايما هو الشماعة اللي اي حد يقعد يرمي الحمل عليه يعني يقولك ان في مشكلة كزا في قرحة لا القرحة تجيلك من غير اللولب افر ايه وبالتالي ان بالنسبة لك انت وجود انك تستخدمي وسيلة ان في ضغط عالي يفضل تمتنعي عن اقراص منع الحمل ويفضل ان حركت ركيب الجهاز طبي يعني حضرتك الوصيلة المناسبة ده اللولب ركيب اللولب يا فندم لو كانت الدورة زيادة شوية او بتتعبك ممكن تركيب لا يا فندم يا الدورة تمام بس المشكلة ان الدكتور جلي ما تركبيش لك بقوله عمري حضرتك بركب اللولب احمل اضلعوا احمل بعد كده اخلف واركبوا تعني المدة 35 يا ستي ما هو ده افضل شيء يا فندم اللولب عامل زي الحلق اللي في ودانك عمرك شفتي واحدة مركبة حلق وهي قاعدة كل يوم تدور على الحلق ولا بتنساه بتنساه عمرك شفتي واحدة مركبة حلق الحلق عمل لها قراج مثلا جوه ودانها ما عملش هي اللي لعبت جوه ودانها هي اللي ثابت الميكروب لكن الحلق ملوش دعوة اللولب يا فندم هو جهاز محطوط في الرحم وهذا الجهاز طالما اتركب صح 80% من مشاكله انتهت المتابعته صح بقى 90% من انتهت مشاكله الحفاظ على ان ما يكونش عندك التهابات والعناية الشخصية بنفسك هيبقى 100% مفيش مشاكل لي خالص يعني عادي يا فندم اركب اللوب دروقتي أنا بسنة ده لاربعين سنة يا فندم اركب اللوب لابنسياتك اللغات ما يكون عندك 60 سنة ما تخفيش خالص يا دكتور لو سمحت الالتهابات اللي دايما بيجيني ده ايه علاجي يا فندم اه لازم تتعالجي هو في واحد واحدة استحمت وعايزة تبقى نضيفه 10 سنين بعد الاستحمام لازم تستحمى كل يوم وبالتالي حضرتك انك انت الالتهابات دي تعالجتي لازم تتعالجي كويس وتمتني عن معادة الاصابات تاني ماشا يا دكتور اهلا وسهلا بك يا فندم الله يخليك افضل يا فندم والله انا على الهوى بشكر طبعا الاستاذ علي جدا جدا يعني رئيس اسم الصوتيات عندنا في القناة وفي المدينة الاعلامية كلها يا فندم يعني مصر كلها بتفتخر بالاعلام الكبير استاذ علي يعني كده هكون سامح حاجة هنا ان شاء الله والله يا استاذ علي انت بتعمل حاجاتك مفيش صوت برضي يا استاذ علي ماشي اتفضل هنتكلم دلوقتي على نستكمل بقى قصة ان تشخيص تأخر الحم بدون ابداء اسباب برضو ارجع تاني اقول ان يعني خبرة الطبيب الاول العلمية الاكاديمية دي مهمة جدا احنا يعني مش ما ينفعش القصة ان الدكتور عنده خبرة الخبرة يكتسبها منين يا جماعة لازم الاول علميا ثم يكتسب الخبرة بتاعته بناء على المخزون العلمي اللي عنده عشان هنا اقدر اقول خبرة حلوة بقى مقيمة تقييم صح لكن ما ينفعش خبرة بدون علم ما ينفعش ان هو اكتسب شيء بدون ما هو عارف ازاي للأسف دي مشكلة عشان كده لما بنيجي نقول كلمة تشخيص التأخر الحملة بدون ابداء سبب لازم الطبيب يكون يهدى شوية وعنده معلومات كثيرة اللي هي طبية في تأخر الحملة لازم بالنسبة للسادة المرضى وبالنسبة للأطباء يجب نمرت واحد ان فحص الزوجين مهم جدا ان السن يكون معقول يناسب هذا ان يحدث ان انا ابحث عن تأخر الحملة يجب بداية بتشخيص تحليل سائل منوي الزوج بعد امتناع اربعة ايام على الاقل التشخيصات السائل المنوي اللي الاطباء بيقولوها دي انا مش عارف برضو جابوها منين يا جماعة فيه اتحاد الدولي بيقول قرارات ارقام معينة ما ينفعش اني انا اتجهله اني يقولك لأ مال احنا الليه التحليل فيه ارقام كتيرة جدا لان اي لخبطة او اي رقم غير حقيقي هو ده بيساعد على ان حوالي المنوي لا يخصب ده مهم جدا جدا وبنسمع بقى حاجات غريبة جدا الاقي المريض عنده سبعمية الف ويعني اقل من مليون والطبيب يقولو انت كويس ومية مية وحاجات بسيطة وعندك ضعف بسيط يا جماعة احمي هذا المريض من انهيار الخصية لو سمحت احمي هذا المريض من انهيار الخصية ده مهم جدا هل فيه اتصال معنا طب اتصال معنا تفضلي لو سمحت دكتور كنت اتصال على السقوط الرحمة وايه علاجة انت اسمك ايه يا بنتي اسمي ماريم محمد من اين يا ماريم من مرسى مطروح يا اهلا وسهلا انا هكون موجود يوم الخميس القادم خميس جمعة سبت في مستشفى عرابي باذن الله في مدينة مارسى مطروح واهلا وسهلا بك في اي وقت انت عايزة تسألي عن السقوط المهبلي مش كده ايوه سقوط الرحم ايه يعني الرحم ولا سقوط مهبلي اه لا سقوط الرحم عايزة تسألي فيه ايه طب يعني عايزة اقولك ايه اللي هنعمله او حاجة ولا ايه بالزبط ولا التشخيص والتشخيص اه تقولي يعني هو حل عملية ولا حل علاج ولا حل ايه اللهي انت بنت حلال لان انا لسه برضو احد الاطباء اه لقيته عامل اعلان انه تصليح السقوط الرحمي والمهبلي باستخدام الليزر في جلسة واحدة في جلسة واحدة معايا معايا يا فاندي يا فاندي دلوقتي حضرتك السقوط المهبلي مالوش دعوة بان هو يؤثر على براز الا اذا كان من درجة متأخرة جدا عشان يبدأ يغير مجرى البراز والبول لاجب ان يكون المسانة ايضا وصلت لمرحلة معينة عشان تغير في مشاكل التبول القصة دي هتبقى قصة تشخيصية الاطباء انا او الهلم لكن بالنسبة لك انت هيبقى صعب اوي ان انا اشرحالك لكن دائما وابدا اي سقوط مهبلي عند السيدة مالوش اي قرار الى التصليح العلاجي يمكن انا شفت في مدينة مرسى مطروح الاطباء بيتعاملوا في السقوط المهبلي بعملية انا بقالي تقريبا اربعين سنة انا عمر ما شفت حد بيعملها ما عرفش ايه العملية اللي هم مقالفينها دي وجابوها منين ويعملوا يعني اعلان كبير ان هو بيعمل تصليح والاسف انا باعتذر ان هو بيعمل حاجة عمرنا ما شفناها الحاجة اللي بيقصها بيخيطها تاني طب قصتها ليه؟ يقولك عشان خيطها طب يا ابني يعني ايه اللي استفادت منه المريضة لما قصت حاجة وخيطتها يقولك ما هيبقى كده عملنا عملية اهو؟ طب ما هي العائلة بتشيكب نفس الشكوى؟ هنقول لها ان هي اول رجع تاني يا ابني حرام ايه اللي انت بتعمله؟ ايه القصة والغرزة؟ العملية التصليح المهبالي احنا بنعملها كتير قوي في مستشفى عرابي بيبقى دايما الوقت بياخدها من ثلاث ساعات على الاقل فاكتر من كده فياريت شرفيني في مستشفى عرابي وان شاء الله تخدي حقك ونصيبك بإذن الله هناك كويس قوي معانا امط الله اتفضل يا فن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا فن يا اهلا وسهلا يا فن تفضلي لا هو الصوت كده مقطع انا مش عايف من عند سيادتك ولا من عندنا ولا ايه؟ الشبكة بتاعتها ولا شبكات ناحنا طيب اجيب لها شبكة منين واقفيني في حتة فيها ارسال لاني الصوت كله مقطع يا فندم انت سامعاني عشان احنا شبكتنا حلوة سيادتك انا مسامعك عشان انت الشبكة اللي عند سيادتك مش سليمة انا كده اتبخه اه كده كويس يا دفتر اه كده كويس انت كده وقفت في البلاكونة اتفضلي اه يا دفتر انت لجعت تاني اه 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 اتفضلي يا ربي خليك يا دكتور اه اه انا سني خمسة سنة وطلق لي كيسة عالموضية سنة 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 طب اقولك حل كويس احنا الوقتي هيكون معنا السيد اللي ماسك السماعات وماسك وهو هيسمع ويقول لي لاني قالنا برضو الصوت وصلي وحش قوي هنا فاتفضلي سنك كم سنة؟ خمسة واربعين سنة يا دكتور اتفضلي والدكتور اتفضلي اتفضلي انا اعرف استفضل يعني يطلع في اي وقت تاني لا تلا بص يا بنتي عشان تبلغي الطبيب وانتي تخدمي هذا الطبيب انك تعلميه اقول له يا دكتور اي سيدة في الدنيا بتعمل حاجة اسمها اكياس وظيفية الاكياس الوظيفية هي عبارة عن بويضة طبيعية اما احتبست ولا تنفجر او انفجرت والكيس بتاعها فضل زاد في عمره اكتر من لازم البويضة دية اسمه كيس اه بنقول عليه وظيفي هذا الكيس غير عضوي يعني هذا الكيس بعلاج او بدون علاج بيختفي خلال شهرين لثلاثة وما بندلوش حاجة خالص الا اذا كان بيزيد في الحجب او استمر في مدة كبيرة هنا بنتعامل معها بحاجات بسيطة جدا وافضل حاجة اللي هيبقى اراس منع الحمل تمام؟ لكن تكرار هذا النوعية من الكيس هو اعلان ان جودة البويضة غير جيدة وبتنتاج هذه التصرفات انها بتتعلق تعملي اكياس ودي بنشوفها كتير جدا فوق الاربعين فوق سن الاربعين ولا منه حاجة وقولي له الدكتور شوفني ويشوفك بعد الدورة بأربع خمس ايام مش هيلاقيه فضل يا فندم والله العظيم تلاتة ما محتاجة مضاد دحاوي هذا الكيس لو كان في عندك التهابات ماشي يديك مضاد دحاوي المضاد الحاوي يعمل ايه للكيس اسألي الدكتور اقول له يا دكتور هو الكيس ده جوا ميكروب تدي له مضاد دحاوي هيقولك لأ طب تدهولي ليه هيقولك عشان محصلش التهاب هيجيله منين الالتهاب ده جوا بطني مش هيجيله حاجة يا ستي هذا الكيس ده وظيفي يظهر ويختفل وحده مش محتاج اي نوع من العلاجات نهائي الا اذا ما قلنا الشروط يا بيزيد في الحجم يا ثابت مدة كبيرة جدا جدا وثابت مدة وهو صغير الطبيب ما يتعملوش حاجة خالص برضو ساز احمد من الجيزة اهلا ويزاك يا دكتور اهلا وسهلا ساز احمد ما احنا ما نجوزين لانا ثلاث سنين حصل حمل اربع مرات وحصل الجهاض وكده عملنا تحليز لمناع عشان مضادة وكده والدكتور كان في اجسام مضادة ضد الغضة الدرقية كيكتعليها هل لك ايه؟ اجسام مضادة ضد الغضة الدرقية يعني هو عمل لقاه عالي وعمل لقاه عالي ايضا؟ اه ايه في الاول كان ستة بس بعد كده لما حدنا يا فندم اصبر عليا هو ايه لستة يا فندم؟ انت اصدك على تيس اتش اه بس ما عملش الاكسام المضادة بتاع الغضة الدرقية لقا عملنا اكسام مضادة ضد الغضة الدرقية بس ايه انا كده عارف ادك ايه الطبيب المعالج؟ ادها كورتزون ادها شريين ادها انتشاريين ادها انتشاريين انتشاريين قبل الحمل ثلاث شهور ووقت الحمل برضه هنمشي عاريوس هنزود الجرعة ادعته وودها تعويض هرموني ولا لا؟ تعويض هرموني تعويض هرموني ما هو العلبة اللي فيها مئة قرص اللي هو التروكسين اه ايو يا فن؟ اه خناها اه تمام مش خناها انت ماشي عليها بدون توقف يا فن؟ اه بدون توقف اه الله ايه سؤال سيادتك بقى يا فن؟ السؤال ان في دكتور تاجي عنينا لا ان فيه المعوضات اول ازبابه هي تجوزة البيضة فكنا بناء على حاجات فيتامينات وكده اه فانا فيه حاجات بتحسين جوزة البيضة ولا اهمة ولا ازباب الابغاض دي ممكن اكسام مضادة ولا اهمة يا استاذ احمد انا اه 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 عندي حوالي ثلاثة ايام او اربعة ايام بعض اه افتح مراجع واقرأ ابحاث جديدة بالست ساعات لثمان ساعات في هذه الايام كل اللي انت بتقوله مكتوبة في ابحاث اللي هي علاقة بالشركات المنتجة لهذه الادواء ادواء لا يوجد اي قرارات عندنا في اه يعني عالمية في ان الشيء بيحسن الجودة وده يعني يكون دوكيومنتد يعني ثابت ما عنديش ما عنديش لكن احنا بنتدي بعض الفيتامينات والانتي اوكسيدنت وا 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 يعني على اساس انه بيساعد تحسين اي شيء في الجسم لكن ما عنديش قرار ان لو ما خدتش هتبقى وحشة ولو خدت هتبقى حلوة اه يعني انا كراجل استاذ في الجامعة لازم يكون عندي الحاجة يعني زي ما بيقوله مسبوطة علميا وقرار دولي عشان انا اقرر اقول كلمة دي على الثاني لكن اوه اه 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 محاولات بحسية وكل واحد بيبحث في نطاقه يعني عايز اقول حضرتك حاجة هتديك مثلا لو انا جيت دلوقتي وقلت لحضرتك انا هتديك دوة معين عشان ما يجيلكش لقدر الله مثلا حاجة خبيثة في البرستاطا بعد خمسين سنة هتقول لي ايه هتوافقني في هذا الكلام لا انا مش مضمون هتسألني سؤال الاول ومين قالك ان انا هجيلي الكلام ده بيزا هقولك انا هحميك منه هتيجي تقول لي طب مين قالك ان انا هجيلي طب يبقى اذا انا عندي ابحاث معينة ما اقدرش نطرقها ونقولها واحنا مش عارفين يعني ما اقدرش اجيب مثلا خمس بنات او خمس بنات كده وخمس بنات كده واقول ان انا هطعم الخمس بنات دولت وهي عندها ثلاث سنين الى عندها اربعين سنة عشان احميها من سرطان عنق الراحم طب هو حقيقة بس الكورتوزون تستمر عليه عادي يعني نوص نرجع بقى لموضوعك انا بالنسبالي لما يكون فيه تهيج الجهاز المناعي لغضة ضرقية الحاجة العلمية الحقيقية وهو ان هذا الجهاز المناعي اللي بيهاجم لغضة ضرقية للأسف ما بيضرش يفرق اوي ما بين الغضة ضرقية والمبيض وبالتالي بيؤثر على المبيض بيؤثر على المخزون في عدد والنوعية وده عامل من العوامل الكبيرة لتأثير موضعي على المبيض وبالتالي يجب على الطبيب يهدي هذا الجهاز المناعي وانا اشكره ان اخذ قرار بالكورتوزون باي نوع من الانواع واشكره انه هو اتدخل بتعويض هرموني من الالتروكسين الى ان الغضة ضرقية تكون تبقى كويسة لكن دائما وابدا هتمشى على الالتروكسين الى ان يحدث الحمل انا اخو دخلنا بقى على محافظة الشرقية وفكرتني باحد الانيسات من الشرقية طبيبتي الشرقية اللي اتصرفت تصرفات للأسف غير طبيعية وجات كان عندي الحالة دي الاسبوع اللي فات ناخد منها ونشوف منها فضاليا من التليفون معانا ولا فاصل طب حلها انت يا علي انا مش شاف لصفارة طيب احد الانيسات جات لي خلال اليومين اللي فاتوا وقالت لي انها بتشتكي من الام وراحت لطبيبة للأسف يعني سودت لها الدنيا قتلاها عندك اكياس دموية وعندك اكياس مش عارف ايه وخدت ليها بعض العلاج الهرموني وراحت مديها مرة واحدة الفيزان ودخلت جرعة الفيزان ووصلت الى انقطاع الدورة وراحت الطبيبة عايزة تنزل الدورة رحت مديها مشتق من مشتق البروجستيرون تاني يعني كلام غير طبيعي بعد الفحص لا فيها اكياس دموية ولا فيها اكياس ولا محتاجة اي حاجة من الست رشدات اللي كتبتها الدكتورة لدرجة ان الدكتورة قتلاها ممكن نلجأ الى منظار بطن وهذه الانيسة مش محتاجة اي حاجة من رشدات اللي كتبتها هذه الطبيبة معنا اتصال دخ رجعنا بقى تاني من الشرقية الى كفر الشيخ فضاليا فان ازاي حضرتك يا دكتور اهلان اهلان وسهلا فضاليا فان بقول لحضرتك يا دكتور مانا سامع يا فضاليا انا يا دكتور انا متجاوزة بعلي تسح سنين السنة كم سنة يا مدامي سنة ثمانية وعشرين سنة اتفضاليا اهلان انا حملت سبع مرات يا دكتور حدث معاك كم طفل منهم نعم يعني حصل الحمل سبع مرات فيه منهم حصل كمل وبقى معاك طفل منهم لا يا دكتور كلك نزيلهم يعني حصل فقدان الحمل سبع مرات ايوه اخر مرة كان السنة اللي فادت اه والجنين اكتمل ثلاث شهور وبعدين مات الدكتور قال لي مات اه اكبر اه حملة كان اكبر مدة كملت الحملة قد ايه ثلاث شهور يعني مزاتش عن الثلاث شهور خالص لا يا دكتور مزاتش طيب اتفضلي ايه بقى للسؤال انت عايز سأل لا عملت معاك ايه السؤال الحراك عايزة تسأليه طيب بحضرتك يا دكتور انا عملت השعة سلاسية الابعاد ما طلعش عندي حاجة همه وا جوزي عمل ايه أشعة برده اه عمل ايه تحليل سايمينة وما طلعش عنده حاجة همه وعملت ال� kaufen بالسرعة وما طلعش عنده حاجة فدلوقت يا دكتور بقى لي السنة simple تنح fallen خاصة والدكتور قال لي لزمن ثانيني منذار طب أنا هعمل منذار يا دكتور عشان إيه وأنا ما عنديش حاجة فحضرتك تنصحني بإيه سيادتك دلوقتي إحنا عايزين نقول للسؤال تأخر الحمل ولا تكرار فقدان الحمل اللي بمين يا دكتور أنا دلوقتي محترى أعمل إيه طب بصي يا بنتي بقى أنت آخر سقطة وفقدان الحمل كان إمتى في شهر عشر اللي فات يا دكتور اللي فات ده اللي هو السنة اللي فاتت أيوة اللي هو الفين وثان عشر الحمل اللي قبل كده كان بيحدث بأدوية أو منشطات أو مساعدة ولا لوحده أيوة يا دكتور هم كلك حصلوا كده أنت وزنك قد هي يا بنتي أنا دلوقتي وزن مية وتسعة مية وتسعة وزيادة شوية خمستاشر عشرين كيلو زيادة ولا مية وتسعة واقفة على كده لا يا دكتور أنا كنت أكتر من كده مية وتمنتاشر ها يعني أنت كنت كسرت المية وعشرين آه آه يا دكتور كنت مية وعشرين ودلوقتي مية وتسعة طيب طبعا هو يا بنتي احنا بنتكلم دلوقتي على أسباب بتؤخر الحمل وأسباب بتحدث منها تكرار فقدان الحمل وزي ما بنقول إن في بعض الحالات فيها كوكتيل بيشخص بسرعة قوي هو تأخر الحمل ومجرد ما بيحدث الحمل بيحدث له فقدان لازم الطبيب يكون عنده فكرة من هذا الموضوع عشان كده أول حاجة قال ليلي وزن ده مهم جدا الباب المفتوح الأول أني أنا لازم وزنك يقل ثانيا التوزيع الهرموني لحضرتك بديني فكرة أن هذا الإجهاض وارد يكون هرمونيا من الوزن العالي وارتجال عمل المبيض ثالثا إذا كان كل ده سليم في حدود الأرقام الطبيعية يلجأ الطبيب إلى عمل منظار بطن ومنظار رحمي منظار رحمي لأن بعض الأحيان فعلا بنلاقي حالات كتيرة جدا فيها حاجز رحمي فيها زوائد رحمية فيها بعض الاتصاقات وده مجرد لما بنشيلها بالمنظار الرحمي نسبة اكتمال الحمل بتبقى عالية جدا 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 ويمكن أنا قلت الحلقة السابقة أني عندي سيدة ولتا بعد تكرار فقدان حمله وفشل أطفال الأنابيب وبعد كل حاجة وحدث مع حمل طبيعي ولتا وجابت ولد وهنا بعد أني أنا صلت الحاجز الرحمي اللي كان موجود فيه الرحمي أم عمل منظار بطن هو هيفيدك جدا في تفسير وتصليح سبب تأخر الحمل خذي القرار بتاع الطبيب بس يكون مهم أن يكون هيعمل منظار بحاوة حقيقة المهم أن يكون هيعمل منظار رحمي كمان المهم أنه هو المنظار زي ما بيقوله بعض الأطباء منظار تشخيصي مفيش حاجة اسمها منظار تشخيصي يا دكتور اللي هتلاقيه تعمله على طول والتعامل معها على طول عشان هي جاي عشان تستفيد من هذا المنظار اتفضل يا فنة احنا كده معدنا بدأ يخلص حضر حضر يمكن احنا النهاردة لما بنجي احنا كأسادسة في الجامعة دائما في أي موقع بندخل فيه بنلبس رداء التعليم رداء التدريب ما بنعرفش نمسك نفسينا يعني اللي ده احنا تعودنا عليه بقى اربعين خمسة واربعين سنة نصبح الصبح نمر على المريض نقعد ننقش في بعض في العلم كل يوم نتكلم على العلم ندي محاضرات للعلم المؤتمرات فيها العلم القاعدة نفسها لو كنا قاعدين بنشرب شاي على كافيتيريا بنقعد نتكلم في العلم لأسف لدرجة اللي هو خارج موضوع الطبي او مش طبيب بيزهق مننا عشان كده احنا موقعنا في أي مكان بنحضره بنلقي علميا دروس علمية بطريقة مقبولة للأطباء اما اني انا اصلح اخطائهم او اعلمهم تعليم الجائب بالنسبة لنا التعليم الطبي الدائم والمستمر والمتكرر لكن للأسف شهوة الأطباء في انه يتقبل العلم قلت كتير كان زمان لما اجا تكلم الكل يسمع دلوقتي الناس الأطباء كلهم ما بيجوش اصلا الدورات التدريبية ما بيجوش اصلا في الدراسات العليا ما بيجوش اصلا في ان هو يتعلم عايز كل حاجة بالتليفون دلوقتي ياخدها وهو ده هيبقى ضبعا ده النهاية القصة بهذا المنطر حلقة صحة حوائق قربت على الانتهاء انا بكون مبسوط جدا والوقتنا بيعدي بسرعة جدا واحنا معاكو لكن ان شاء الرحمن هنوعدكو باذن الله لما الحالة الصحية تتحسن نحنا نكون معاكو بانتظام حلقة صحة حوائق حلقة طبية مقدمة نستاذ دكتور ايمان حمودة استاذ امراض النساء والتوليب كل الطب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظير المصرية وان شاء الرحمن اهالي مدينة مرسى مطروح بالكامل وطبعا وليبيا الشقيقة هكون متواجد يوم الخميس القادم خميس وجمعة وسابت في مدينة مرسى مطروح في مستشفى عرابي التخصصي وهي تقريبا من اكبر مستشفيات التخصصية في كل السحل الشمالي ومدينة مرسى مطروح بالكامل وكل الامكانيات موجودة معاها وعندهم اكفى او حجرات عمليات بصراحة الاستاذ دكتور عبد المجيد عرابي يعني ما بيبخلش عن اي حاجة في المستشفى والحمد لله هي دلوقتي من اكبر صرح طبي في مدينة مرسى مطروح هلنلقاكم على خير واهالي مطروح ان شاء الله يوم الخميس وجمعة القادمين والسبت باذن الرحمن وحلقتنا بتكون مرفوعة على اليوتيوب بانتظام وطلع الشاشة صورة كده طيب الحلقة بترفع على اليوتيوب في موقع قناة الـ HBC يا فاندم وهذه الحلقة يمكنكم متابعتها في انها تعاد بانتظام يوم الخميس ساعة الاثناشر مساء هنلقاكم على خير بعد اسبوعين في حلقة من حلقات صحة حواء يوم الاحد اللي بعد القادم ان شاء الرحمن معكم الدكتور ايمان حمودة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته